اشتركوا في القناة نجمة عزيز اعلى يعني شخصيا وعزيز على كل جماهير النادي الاهلي بدأ مشواره البسيط قوي بدأوا من نادي يسكو هيقول لي من نادي يسكو ويجي النادي الاهلي كان سنه عشرين سنة بدأ كان معا نجوم كتير كان معا حمد ينوح ومعا أحمد يعني عاوز أفتكر بس الأسامي الأسامي بتاعة اللاعبين كان معاه أحمد أبو رحاب وكان معا عطية شحاتة ومعا السويسي ومحمد عمر وياسر محمدي كان معا نجوم كتير جدا والنجوم دول غازوا الأندية المصرية في نفس الوقت نجمنا فارد نفسه عالكورة المصرية خلص من نادي يسكو راح النادي الاهلي كان سنه تسعة عشر سنة ونص أو عشرين سنة بدأ في تمرنات النادي الاهلي مع تحت عشرين سنة وبدأ يتمرن مين اللي شافه واكتشفه الشيخ طاه اسماعيل أو الدكتور طاه اسماعيل وكان الكابتن طارق سليم شافوه وعجوبه بيه أوي فكابتن طاه قال له تعالى فرح للكابتن طاه قال له انت في مدرسة قال له أنا في سانوي قال له بس انت موجود معانا انضم المنتخب المدارس واللي عمل فيه تقلقه كله وقتها وهو طبعا ما هو بكبير لعب ما هو بكبير وكان معاه في نفس الوقت ده نجوم تقلقه على الساحة المصرية زي الكابتن سابت البطل رحمة الله عليه محمد صلاح وحمد عبد الحليم نجوم نادي الزمالك ومحمد عامر نجم النادي الاهلي نجمنا بيتمتع بمهارات كبيرة قوي وخصوصا مهارة المروغة والسرعة والانسجام مع اي لعب بيلعب جنبه بيرايح اللي قدامه بيرايح اللي ووراه نجمنا استطاع ان يفرد نفسه على اي فرقة وفي نفس الوقت كان بينقل فرقته من نص ملعبها للملعب الخصم في اقل من لمح البصر نجمنا كان بيتمتع بالحلول الفردية اللي بيتمناها اي مدرب موجود في الفرقة نجمنا كان بيعمل حاجات كتيرة جدا في الكورة بيباصل ده ويدي اهداف لده الا تسجيل الاهداف كان قليلة جدا واسألون انا يوم 3 اكتوبر 75 اشرك المدير الفني هيدوكوتي والكابتن محمود الجهر رحمة الله عليه اللاعب الصاعد ده في مباراة كانت في كفر الشيخ وعلى ملعب كفر الشيخ اللي هي بلد محمد عامر في المباراة دي النادي الاهلي فاز فيها اتنين صفر كان تقريبا على ما اتذكر سجل الهدفين طهر الشيخ وبيبو في مرسم 75 76 سجل نجمنا اول اهدافه في مرمى المينيا والمباراة دي النادي الاهلي فاز بيها ستة صفر نجمنا لعب في النادي الاهلي تقريبا تقريبا من حوالي 190 ل195 مباراة ده اللي مس النادي الاهلي بالاميس الاحمر سجل خلالها في الفترة دي حوالي 32 هدف 26 هدف في الدور العام واربع هدف في البطولات الافريقية وهدف هدفين في كاس مصر وطبعا انا عندي كلام كتير جدا عاوز اقوله على نجمنا واخر هدف سجله كان فيه مباراة المقاوليين العرب في افتتاح موسم انا كل ده عما لا تذكر سنة 83-84 المباراة دي سجل فيها في انتوالبيل النجم الكاميروني اللي كان جول يعني اسطورة ودي كان اخر اهدافه في الملاعب واخر مباراة لعبها في حياته القروية والمباراة دي تسببت في اعتزال نجمنا اللي احنا هنتكلم عليه نجمنا طبعا صاحب عشر القاب اقوم مع النادي الاهلي ستة دوري وثلاثة كاس مصر واحد لقب افريقيا عام 82 ولعب حوالي 42 مباراة مع منتخب مصر واول مباراة لعبها كانت بطولة الامة افريقية 76 في اسيوبيا في عديس ابابا اعتزل وهو سنه تقريبا 30 سنة مباراة اعتزاله كانت يوم 24 يناير 85 هيئة اليونسكو منحته جائزة الخلق الرياضي عام 85 وتسلمها استلمها في 25 سبتمبر 86 انهى حياته القروية بدأ يتجه لعالم التدريب وبدأ يعدي نفسه كويس وبدأ يتدرج في التدريب حتى وصل المدرب العام مع مدرين فنيين كتير جدا في النادي الاهلي بعد ما وصل مدرب عام قاعد فترة طويلة قالك لا انا عرض شؤ طريقي النادي الاهلي رحب بقراره واشتغل مدير فني واول فرقة ضربها او اول فريق ضربه في الدرجة الاولى كان غزل المحلة والمباراة دي لها صدفة غريبة جدا كان النادي الاهلي بيلعب مع غزل المحلة ولازم يكسب المباراة والمباراة دي فكرتني ب86 كنا لازم نكسب المحلة والمباراة فضلت متعدلين مع غزل المحلة وجينا في دقيقة ستة من الوقت بدل الضايع وجيبت انا هدف الفوز لنادي الاهلي وحاجب لكم الهدف وهتشوفوه وكسبنا الدور العام نفس المباراة دي كان هو نفس الموقف اللي كان بين غزل المحلة والنادي الاهلي كان مدير الفني لفريق غزل المحلة والروح الرياضية النظيفة اللي هو متعود على اخلاقه وخرجت المباراة بالتعادل وخسر النادي الاهلي الدور العام موسم 2012 2002-2003 فعلا اه 2002-2003 وبعد كده بقى نجمنا انطلق في عندية كتير جدا وراح بعد كده عاوز افتكر اه راح نادي امبي وكان بيلعب نادي الزمالك في نهائي كاس مصصات 2011 وقدر يفوز بالنهائي على نادي الزمالك وده اللقب الوحيد في مسيرته التدريبية بعد كده بقى بعد ما خاد الكازة زهب بقى ضرب باتحاد السكندرية والمصري والمحلة وفرق اخرى وكان اخر محطة ليه هي الانتاج الحربي وهو دلوقتي في استراحة مقاتل علشان يعيد حساباته مرة تانية والعودة للساحة الرياضية بشكل جديد ان شاء الله نجمنا بيتمتع بالاخلاق الحسنة والسماحة وهو انسان جميل اوي اوي طبعا انا عاوز اتكلم كتير جدا على نجمنا لان فيه حاجات كتير محطات كده هنتكلم معاه وهتشوفوا منه وهتسمعوا منه حاجات ممكن اول مرة هيتكلم فيها تعالوا مع بعض نستقبل نجمنا ونجم بردامج المجري ونجم النادي الاهلي ونجم مصر مختار مختار موسيقى 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 موسيقى